في هذه الاثناء أعلنت فرنسا شن أولى ضرباتها الجوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا اليوم وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الضربات نفذت بالتنصيق مع قوات التحلف الدولي وباستخدام معلومات تم جمعها خلال عمليات استطلاع جوية نفذتها فوق الأراضي السورية الشهر الماضي يذكر أن فرنسا شاركت في الهجمات الجوية في العراق بموافقة بغداد ولكنها نأت بنفسها عن تنفيذ هجمات في سوريا